نحن الآن داخل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية بعد أن أعيد افتتاح المعبر من جديد من قبل الجانب التركي أعداد كبيرة من السوريين دخلوا بالفعل إلى معبر باب الهوى بقصد العودة إلى تركيا بعد أن يستفادوا من إجازة العيد الممنوحة من قبل الحكومة التركية طبعا للدخول إلى تركيا من جديد يجب على كل مواطن يرغب بالدخول إلى تركيا الذين استفادوا من إجازة عيد الفطر التوجه إلى الكراجات الخارجية في معبر باب الهوى لتسجيل دور هناك أصولا ومن ثم متابعة أرقام الحافلات التي تصدر بشكل يومي الساعة الثامنة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لمعبر باب الهوى كي يتعرفوا تماما على تاريخ دخولهم المفترض إلى الأراضي التركية أما بالنسبة لمعاملات الترانزيت ولم الشمل كل من حصل على موافقة من قبل إدارة معبر باب الهوى لدخوله إلى الأراضي التركية بإمكانه الآن التوجه إلى حرم معبر باب الهوى لمتابعة معاملته أصولا والدخول إلى الأراضي التركية حركة الشحن كما يبدو في الصورة الآن من خلف يعني عادت إلى طبيعتها جميع الشاحنات التي تخرج وتدخل من وإلى تركيا عادت إلى طبيعة عملها كما كانت قبل توقف معبر باب الهوى عن العمل بسبب الأوضاع التي شهدتها تركيا بالنسبة للحالات الإنسانية والحالات الطبية يعني كلها عادت وسمحت بالحكومة التركية بدخولها من جديد إلى الأراضي التركية التجار وما إلى ذلك من عمال منظمات إغاثية وإنسانية بإمكانهم الآن الدخول ذهابا وإيابا من جديد إلى الأراضي التركية عبر معبر باب الهوى أناستر ريسي أوريانت نيوز الحدود السورية التركية ترجمة نانسي قنقر